هي صاحبة الكرامة والسعادة والبركة جنتك وجنة الله في الأرض وسر من أسرار هذا الكون وفيض من فيوضات الرحمات وبحر منهمر من الدعوات المستجابات وأعظم عطايا الله للإنسان وأشرف الهبات مصدر الحب ينبوع الحنان موطن الشفقة والرأفة معين العطاء المتدفق المتفان الذي لا ينضب من تعنى وقاسى حياته لأجلك ومن يعيش الحزن والأسف لألمك من يبذل حياته كلها ليفديك من يسهر ولا يزور النوم جفنه حتى يكتحل برؤيتك ويفرح بابتسامتك من تعامله بالسوء فيزداد إحسانا وحبا وعطفا وحنانا عازم في كل الأحوال ألا يكسر خاطرك من به تطيب الحياة وتزهو إنه أصل وجودك وأصل نشأتك ومبدأك وصلاحك في الدنيا والآخرة مرتبط به إنه أعظم الناس حقا عليك وباب كل خير إليك وقلب البيت وأوسط أبواب الجنة عن أم البيت وبيت الأم أحدثكم من وصان الله تعالى بها إن الله يوصيكم بأمهاتكم ثلاثة كما في الحديث النبوي الشريف في حضنها الأمان في صدرها الحنان في قلبها الإيمان في كفها الإحسان ولقد عاهدنا الأمة تعطف بابنها عطفا عليه فما أجل حماها وما الأم إلا أمة في حياتها الأمومة لمن لا يدرك مكانتها وعظمة حقوقها وشرف أرومتها هي ركن من أركان الأسرة وأصر البيوت وعمادها ومنبع القيم وحماها وضع الله تعالى في قلبها الحب والحنان كلها عطف كلها مشاعر كلها أحاسيس راقية من أجل أداء رسالتها وواجبها الأسري في هذه الحياة وأصبح فؤاد أم موسى فارغا أي من كل شيء إلا من هم موسى فبهذه الخاصية الطبيعية صبرت على حملك في بطنها تسعة أشهر وتحملت الآلام والمشاق تسير وهنا على وهن وتكون جسدك من دمها ولحمها وكلما زاد ألمها احتضنتك وقبلتك فذاك دواؤها وشفاؤها وتراك أثمن شيء في الوجود عندها أرضعتك واحتضنتك بدافئ حضنها وأولتك رعاية شاملة في جميع الأحوال والأوقات نظافة وإطعاما وكساء وتربية وترفيها وتعليما وحماية وتضرعا ودعاء حتى بلغت الرشد واشتد عودك أفلا تكون هي الآن أثمن ما عندك إنها حقيقة بارزة يجليها ربنا تعالى في القرآن الكريم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله ثلاثون شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين الأم التي تحمل على عاتقها كل المهام من خدمة زوجها وتربية أولادها ورعاية أسرتها والحفاظ على ألق البيت وتوازنه واستدامته ونقل المعارف والتربية والتعليم الأم مدرسة القيم تغرس في قلوب أبنائها ومجتمعها صغارا وكبارا القيم الدينية والوطنية فهي مصنع للنشأ والمعلمة الأولى لجميع الحضارات والأمم ومرضيعة قيم حب الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والعادات الحسنة والتضحية والإيثار والولاء والانتماء وخير النساء أحناه على ولد في صغره وأرعاه على زوج في ذات يده اشتركوا في القناة